ما هي الالتهابات الجلدية اللي ممكن تحصل في فصل الصيف؟ طيب وطبعا معروف فصل الصيف بتبقى اكتر مشكلة بتحصل مع الجلد اللي هي مشاكل الشمس لان الشمس طبعا بتبقى حارة جدا وبذات ان احنا كمان لو لاحزنا فصول الصيف اللي في كام سنة اللي فاتوا بقى الدرجة الحارة اعلى من قبل كده طبعا رقم واحد اهم حاجة ابعارف ايه اكتر فترة ممكن تضريني لما اجي انزل في الشمس سواء انا في المصيف او حتى في الخروجات العادية او لو انا حمشي مسلا في النهار الشمس يعني من اول فترة اللي هي اول اللي هي ما تبقى عمودية اللي هي من اول مسلا الساعة واحدة الظهر لغاية الساعة تلاتة او للساعة اربعية يفضل عقد مقدرنا احنا نتجنب الفترة دي بس هاي دي الفترة اللي احنا بنعرف ناخد فيها تان ما هو اساسا فكرة التان دي هي مش حاجة طبية يعني هي مش حاجة صح قوي يعني حتى التان ده يعني لو انا هتكلم ان هو مسلا اوكي في ناس هتعملوا ما عنداش مشاكل معا مش كل الناس ومش كل انواع البشرة ومش كل درجات البشرة اللي ممكن تعمل تاني. يعني في بشرات اه انواع بشرة ما ينفعش يتخذ. ممكن يحصل تسبغات بعد كده تقعد تعاني منها انها تروح وممكن يبقاش الجسم كل لون واحدة. يمكن في الانترو كنت بقول سارة انا فعلا هصلي حرق من نوع من الدرجة الاولى بسبب نقعد تحت الشمس. بزبط دي القصة لانه معروف حروق الشمس دي طبعا من الحاجات اللي بتعمل تسبغات في الجلد. اه. اكتر بشرة ممكن ما تخافش قوي من موضوع الشمس او ما تخافش قوي من موضوع التان. البشرة اللي بتقول بيضة قوي دهنية قوي. انا حتى مش هقول البيضة الجفة. البيضة الدهنية قوي. دي ممكن اكتر بشرة تتحمل موضوع التان وموضوع الشمس. لكن البشرات اللي هي مثلا امحوية. السامرة. اللي هي كل الدرجات من اول ده فيما تحت. ما يفضلش لها الشمس الفترة دي او نزول البحر برضو الفترة دي اولا موضوع التاني. طيب انواع الحساسية بقى في فصل الصيف. عايزين اعرف في ناس ايه انواع الحساسية? الحساسية طبعا لو احنا هنتكلم فيها يعني هنتكلم في شكتين. فيه طبعا ازباء فيه حاجات انا ممكن يعني احمي بها نفسي من بعض انواع الحساسيات. وفيه انواع حساسية طبعا مش هعرف احمي نفسي قبليها انها تحصل. كده كده بتحصل فجأة. طيب اه غير ان احنا هنتكلم لو حصلت بقى ازاي نعالج. اه لو حتكلم مثلا في فيما يتعلق فصل الصيف بالزي. طبعا فصل الصيف في المشكلة مع وجود العرق. اه بالزياد في الاماكن اللي هي الحساسة او الاماكن اللي بتبقى فيها احتكاك او مكتومة اللي مش متعرضة الهواء. زي مثلا ان ان اندر ارمو الاماكن دي. دي طبعا بيحصل فيها حسيات جمدة جدا بسبغات وبيحصل فيها طبعا اه العرق والبكترية. اه.